يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والستون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط 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 إمامك ملحق بانوراما الظهور تقدم العنوان الأول دجال سجستان في سبعة أجزاء وانتقلت إلى العنوان الثاني حوزة الحمير وأعني بالحمير الحمير البشر إذ أن الحمار الحيوان لا نستطيع أن نلومه هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى الجزء الرابع من هذا العنوان تقدم الكلام في الأجزاء السابقة عن ميزان نزن به الذين يقولون نحن مراجع دين العترة الطاهرة الذين يقولون نحن فقهاء دين العترة الطاهرة لا شأن لنا بالذين لا يدعون هذا الإدعاء إنما كلامنا مع هؤلاء الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الأمر من أنهم علماء دين محمد وآل محمد هناك ميزان الميزان قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير مر الكلام في الميزان الذي يجب علينا أن نزن به هؤلاء هناك تقسيم قرآني واضح لرجال الدين مجموعة رجل الدين الإنسان الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة يتلو عليهم آياته هؤلاء هم هذه مجموعة رجل الدين الإنسان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة المجموعة الثانية مجموعة رجل الدين الحمار إنها الآية الخامسة بعد البسملة من السورة نفسها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار لا بد أن نلتفت إلى أن رجل الدين الحمار بحسب القرآن يحمل معلومات صحيحة مثل الذين حملوا التوراة التوراة هنا هي التوراة الصحيحة مراجع النجف وكربل لا يحملون في أذهانهم معلومات صحيحة المعلومات التي في أذهانهم معلومات خاطئة أخذوها عن الذين سبقوهم وهم كلهم طوسيون على المذهب الطوسي المذهب الطوسي مذهب شافعي بامتياز مذهب شافعي معتزلي مرجعي بتري وشعة على هذا المذهب ليسوا عنها دين العترة الطاهرة الحقائق يمكنكم أن تجدوها في برامج التي تبث عبر هذه الشاشة والتي تتوفر أيضا على الشبكة العنكبوتية طلبت من أبنائي وبناتي في حلقة يوم أمس أنني أتحدث مع شباب شيعة قائم آل محمد مثلما علمني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أين أنتم عن الأحداث أنتم 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 شباب شيعة قائم آل محمد أين أنتم عن الأحداث فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل وحديثهم مثل ما قالوا لنا صلوات الله عليهم حديثهم يحيي القلوب حديثهم حياة القلوب في الحلقات المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من الأسماء البارزة في الحوزة الطوسية في النجف وكربل وما تفرع عنها في أي مكان في العالم عرضت بين أيديكم أستاذ المراجح النائيني ميرزا حسين النائيني المتوفى سنة 1355 للهجرة عرضت النائيني وتلامذته من كبار المهاجع لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم وعرضت الخوئ وأشرت إلى تلامذته الذين هم من كبار المراجع في أيامنا هذه وانتقلت إلى محمد باقر الصدر وأشرت إلى تلامذته أيضا لأنهم على منهجه وذكرت لكم أمحمد الشيرازي وكيف يوجه الشيعة إلى فكر اللعيني النجسي سيد قط لعنة الله عليه قطعا تلامذته أتباعه يتبعونه لأنهم على المنهج وما تبرأوا من منهج الضلال هذا وطلبت منكم أن تعدوا جدولا هناك عنوان لمجموعة رجل الدين الحمار وهناك عنوان لمجموعة رجل الدين الإنسان وأن تصنف الذين يتم عرضهم في هذه الحلقات استمروا في هذا الأمر حتى لو انتهى البرنامج فليكن معكم دفتر ملاحظات صغير تعدونه لهذا الأمر أينما واجهتم معمما طوسيا أينما قرأتم كتابا لطوسي من الطوسيين فحاكموه حاكموه هل هو من مجموعة رجل الدين الإنسان أم من مجموعة رجل الدين الحمار حتى لا تخدعوا كما خدع أجدادكم وآباؤكم لقد خدعوا أسلافنا الماضين خدعوا أجدادنا أجدادنا خدعوا آباءنا وهم لا يعلمون آباؤنا خدعونا وهم لا يعلمون ونحن لا نعلم أيضا هذا هو دين الضلال هذا هو الدين الذي يتناقض مع دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة مما عرضته بين أيديكم في حلقة يوم أمس عرضت حديثا لإمحمد الشيرازي وهو يوجه الشيعة يوجه تلامذته يوجه أصدقاءه يوجه خطباء المنبر الحسيني إلى كتاب من كتب سيد قط كتبه أيام كان ماسونيا أيام كان ماسونيا وحينما تحدث عن مصادر هذا الكتاب قال المصدر أنا أي دين هذا أي دين هذا وأية ثقافة هذه وهذه القضية ليست خاصة بمحمد الشيرازي إذا كان محمد الشيرازي في حديثه وجه الشيعة إلى سيد قط فإن محمد باقر الصدر بتمامه وكماله بظاهره وباطنه بكل خلايا وجوده ما هو إلا كائن قطبي لا يعرف شيئا من دين العترة الطاهرة إنه يتقلب بين الفخر الرازي وسيد قط ولا يستطيع أن يخرج من هذه الزنزانة وهذا الأمر ليس خاصا به الخوئي كذلك محمد حسين الطباطباء حاله حالهم حاله حالهم في تفسيره الميزان الحكاية معقدة أنتم بالخيار إما أن تحققوا بأنفسكم وإما أن تعودوا إلى برامج وتدقق النظر في المعلومات التي أذكرها أن تعود إلى المصادر التي نقلت منها وأن تتأكدوا بأنفسكم من حقيقة ما أقول مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وهذه القضية ليست خاصة بمفسر واحد من مفسري الشيعة ولا بعشرة ولا بمئة نن يتحدث عن الجميع من أولهم إلى آخرهم لا تخلط إنني لا أتحدث عن جوامع الأحاديث التفسيرية هذا موضوع آخر جوامع الأحاديث التفسيرية كتفسير إمامنا الحسن العسكري كتفسير القمي تفسير العياشي وهكذا هذه هي مصادر تفسير العترة لقرآنها إنني أتحدث عن التفاسير التي كتبها علماء الشيعة مراجع الشيعة فقهاء الشيعة مفسراء الشيعة إما أن تحققوا بأنفسكم وإما أن تعودوا إلى برامجي وحينما أقول لكم عودوا إلى برامجي لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم قلدوني ولا أقول لكم صدقوني وإنما تأكدوا بأنفسكم من حقيقة ما أقول فإنني قد نبشت المكتبة الشيعية كلها بعدود ما أستطيع وإنني أتحدث عن الكبار الكبار وعن المؤسسين المؤسسين في الواقع الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة أنا أتابع وأنا أتابع كل صغيرة وكبيرة بحدود ما أستطيع بحدود ما يسنح به الوقت وبحدود ما تعينني الطاقة البشرية المحدودة والواقعة بين حد القصور والتقصير بحدود ما أستطيع لقد رأيت العجب العجاب من جهل مراجع الشيعة ومن سخفهم وتفاهتهم وحماقتهم إلى أبعد الحدود وليس هناك من تفاهة ولا من حماقة تكون أوضحة من تركهم لتفسير العترة الطاهرة والتصاقهم بتفاسير النواصب التي منهجها منهج عمري واضح حسبنا كتاب الله النبي حينما قال عمر هذه الكلمة طرده 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 فأنتم يا أيها الشيعة تتبعون علماء طردهم رسول الله طردهم هؤلاء مطرودون من ساحة رسول الله مثل ما طرد رسول الله عمر والروايات في البخاري ومسلم حينما قال عمر عندنا كتاب الله وهو حسبنا حسبنا كتاب الله النبي طرده 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 وطرد جميع الصحابة الذين كانوا على رأيه لم يبقى من الصحابة بحسب رواياتنا إلا سلمان المقداد أبو ذار هؤلاء بقوا لأنهم ليسوا على منهج عمر هؤلاء على منهج علي بحسب رواياتنا هؤلاء بقوا والنبي كتب الكتاب الذي منعه الصحابة من كتابته كتبه وشهد عليه هؤلاء وسلمه لعلي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين لا أريد أن أفتح هذا الموضوع هذا موضوع مفصل وتحدثت عنه مرارا وكرارا في برامج السابقة إنما ذكرته كي أذكركم بأن مراجعكم مطرودون من ساحة رسول الله لأنهم يتبعون المنهج العمري الضال فاختاروا لأنفسكم اختاروا لأنفسكم وعرفوا أين تضعون أقدامكم هذه حقائق هذه حقائق لا يستطيعون إنكارها ولا يستطيعون مواجهتها نكمل الحديث أنا لا أريد أن أستمر في تفاصيل هذا الاتجاه لأن الحلقة ستنتهي ولن أكون قد انتهيت من الحديث هذا موضوع واسع ومثلما تقول العرب فإن الحديث فيه ذو شجون ذو شجون ذو أغصان يقال للشجرة من أنها ذات شجون أغصانها كثيرة متشعبة متفرعة فالحديث في هذا الشأن حديث ذو شجون تحدثت فيه كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا ويمكنكم أن تتلمس ذلك في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية من جملة ما قاله محمد الشيرازي فيما عرضته عليكم في الحلقة الماضية بيّن لنا جهله بمؤلف الكتاب كان مترددا هل الذي ألف الكتاب سيد قطب أم محمد قطب محمد قطب أخوه أخو سيد قطب فشيرازي كان مترددا وحائرا هذه الحيرة هي هي عند محسن الحكيم مراجع يجهلون ثقافة عصرهم مراجع يجهلون رموز أعداء التشيع قديما قالوا قديما في الحكمة القديمة عند الأمم السالفة أولا أعرف عدوك وثانيا أعرف نفسك وثالثا أعرف صديقك عليك أولا أن تعرف عدوك وبعد ذلك عليك أن تعرف نفسك ثم أعرف صديقك لأن أئمتنا قالوا لنا من أن صديق عدو علي عدو علي فلابد أن نعرف أصدقاء أعداء علي لأننا على هذا بايعنا في بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصر واخذ من خذ له الولاية والبراءة على مراتب أمير المؤمنين بيّن لنا من أن صديقك من هو أصدقائك ثلاث صديقك صديقك الذي تعرفه وصديق صديقك هذا أيضا من أصدقائك بدرجة من الدرجات وعدو عدوك هذا أيضا صديقك بدرجة من الدرجات أما أعدائك فعدوك وعدو صديقك وصديق عدوك حتى نستطيع أن نوالي علي وأن نوالي أولياءه وأن نعادي أعداءه وتلك هي الولاية والبراءة العمودان الذان يقام عليهم الدين وإلا فإن الدين ما هو بدين من دون الولاية والبراءة وهذا هو منطق القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه وهو هو منطق الزيارات والأدعية والمناجيات والروايات الكثيرة عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محسن الحكيم المرجع الأعلى في زمانه هو الآخر لا يدري أن التفسير الذي هو تفسير الضلال في ظلال القرآن لا يدري هل هو لسيد قط أم لمحمد قط اعرضوا لنا اعرضوا لنا فيديو الكذبة البيضاء عبر برنامج إضاءات على شاشة العربية حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قط رحمه الله من اغتياله فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة أنا نفسي راحة للسيد أنا خاطبت السيد بنفسي لماذا ما هي القصة نحن نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين في حزب الدعوة والأخوان المسلمين سبقونا في الدعوة أنتم في حزب الدعوة نحن نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير مع الأخوان المسلمين استفدتم من أنظمتهم من تنظيمهم بلا شك أسبق من عندنا أسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاولون معكم كنا نلتقي كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل إجي عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رأيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان ونحن أيضا نلتقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وأنا والسيد مهدي ارتقينا بهم وأخبرناهم وباركوننا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يقيم أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم فرحت لسيد الحكيم سيد أقدر أقول لك يعني ليلة ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة وين كنتوا ذاك الوقت كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه أنا ذكر أني سيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا 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 الحكم لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر فبقينا شنسوي ما عدنا شنسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا فجاء أني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي إحنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا وقبل ذلك كان السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته نعم قلت له شناللي أقررته أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما أقرره قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البرعة أيهما يحصل فتح قلت له أنا شون بالموضوع قال تقرر أن أنت تواجه السيد قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجه قال أنا ما أقدر أنا ما أقدر أوجه والدي أنت أجرأنا ولك مكان عند السيد يستمع إلك أنا إذا رح لم أقدر رحت أنت رحت فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة فسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين قلت له قال لي ماذا أفعل قلت له برقية ترسله قال هج أنت ترى هكذا قلت له مو أنا الواقع يرى هكذا مو أنا ما كان تكترى هكذا قال زين رقمنا بالسيارة لما رقمنا بالسيارة كان سيد من العلماء أيضا الرحمة الله يعني اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت أنا جالس عن يسار السيد هو جالس عن يمين والسيد بالوسط بالسيارة مالته فسمى حديثي معافة اتجه إلي بكلمة يعني شديدة سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخامر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي يعني موجوده سيد قطب ذاكرة يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخامر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي من الواحد يشرب مايش رب ببسيش رب شايش مباحة يعني خبر كان داخل تحت الإباحة لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شا سوي سيد راح يمتنع دا سماع في هاي القصة قلت له سيدنا انت متأكد يعني هنا عملت خباثة ايه قلت له سيدنا انت متأكد هو سيد قطب ولا أخو محمد قطب وقطب اثنيا وكله هما إسلامي قال ها ما أدري قلت له أنا أدري أنه محمد وليش سيد هاي كذبة بيضاء فسكت فكتب برقية السيد فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري أخبرت سيد مهدي قلت له أنا السيد هاي يأتي لأن يبعث البرقية فأنت اتصل به ايه فراح لسيد مهدي قال نروح لسيد محمد تقي الحكيم خل يكتب البرقية وأنا أوقحها سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي أستاذنا يعني نعم ربان تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف أقول له ما تخاف علي أروح منها قال لا الآن ما ينخاف عليك فكتب الرسالة وبعثة العبد الناصر فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق أنا دوري تهيئة السيد فقط مرجع الأمة لا يعرف شيئا وذلك الذي بجانبه مستشار محمد جمال محمد جمال الهاشمي هو الآخر لا يدري وهذا الذي يدري يكذب عليه هذا هو واقع الحوزة الطوسية في النجف هؤلاء في أي قائمة تضعونهم أتحدث عن محسن الحكيم وأتحدث عن محمد جمال الهاشمي وأتحدث عن طالب الرفاعي وأتحدث عن المجموعة كلها عن مرتضى العسكري الذي لم ينم تلك الليلة عن محمد باقر الصدر الذي أغمي عليه حينما سمع بخبر إعدام سيد قط عن سيد طالب الرفاعي الذي لم ينم تلك الليلة حينما صدر الحكم بإعدام سيد قط عان وعان وعان في أي قائمة تضعونهم في قائمة رجل الدين الإنسان الذي يأخذ دينه من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط أو أنه يكون غارقا في قذارات نواصب السقيفة بني ساعد في أي قائمة تصنفونها أو لا أنا لا أريد أن أعلق كثيرا لكن سيد طالب قال من أن مهدي الحكيم تمنع أن يذهب إلى والده هو لا يخشى والده لطالما ضحك على والده مثلما يضحك سيد طالب أرفاعي المشكلة أين محسن الحكيم كان يعتمد على ولده محمد رضا في الأمور التي ترتبط بشؤون المرجعية مع الحكومة وكان لمحمد رضا تأثيرا كبيرا على أبيه قد يكون أكثر من تأثير مهدي الحكيم محمد رضا كان على علاقة وثيقة بالبعثيين وهذا موضوع مفصل كان على علاقة وثيقة بالبعثيين وعلى علاقة وثيقة بالقوميين مهدي الحكيم كان على علاقة وثيقة بالأخوان المسلمين وهناك صراع ما بين القوميين وبين الأخوان المسلمين لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع وهذا الكلام يعرفه المطلعون على تأريخ مرجعية الحكيم ونفسه سيد طالب الرفاعي تحدث عن هذا في مذكراته التي عنوانها أمالي السيد طالب الرفاعي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون وقد قرأت كلامه في البرامج المختصة بهذا الموضوع لكنني أشير إجمالا إلى بعض النقاط التي قد لا تكون واضحة أما محمد جمال الهاشمي فهذا هو ابن المرجع جمال الدين القل بايقاني الذي رشحه للمرجعية أبو الحسن الإصفهاني من بعده لكن محسن الحكيم هو الذي منعه أن يتصدى للمرجعية بالتهديد وبالقوة ومحمد جمال الهاشمي هذا شاعر معروف كان قد نظم القصائد في ذم محسن الحكيم لكنه بعد ذلك لما رأى أن شاه إيران قد أعلن تقليده لمحسن الحكيم فصار جزء من حاشيته ولذا كان يرافقه هكذا تجري الأمور إنها ألاعيب المراجع إنه أضحك على ذقوننا هل هذا مرجع يكون نائبا لصحب الزمان يضحك عليه مستشاره ويكذب عليه وهو لا يعرف ماذا يجري حوله وماذا يمررون عليه يفترض أن طالب الرفاعي هو الذي يسأل محسن الحكيم عن سيد قطب وما هو الموقف منه لا أن محسن الحكيم يأخذ يأخذ تكليفه الشرعي من طالب الرفاعي من الذي يقلد من هذه مسخرة التقليد هذه مسخرة التقليد لو كان محسن الحكيم منصبا من قبل إمام زماننا للتقليد هل كان حاله بهذا هو يقلد طالب الرفاعي في هذه المسألة وطالب الرفاعي يكذب عليه والذي دفع طالب الرفاعي للكذب عليه هو مهد الحكيم وكان معه محمد باقر الصدق هذه التفاصيل ذكرها طالب الرفاعي في كتابه الأمالي من أنهم كانوا مجتمعين مهد الحكيم مرتضاء العسكري محمد باقر الصدر والبقية بحسب ما يقول طالب الرفاعي ما كان موجودا معهم لكنهم اختاروه أن يقوم بهذه المهمة ماذا تقولون عن هؤلاء أخاطب أبنائي وبناتي لا شأن لي بكبار القوم هؤلاء حتى إن وافقوني فهم شياطين خرس لن ينطقوا بالحق أنتم أنتم يا شباب شيعة قائم آل محمد أنتم شخصوا الأمور بأنفسكم ولا تثقوا بأصحاب العمائم هؤلاء هم أصحاب العمائم وهذا طالب الرفاعي أحد مؤسسي حزب الدعوة هذا هو حاله ومحسن الحكيم اختاره مستشارا له كان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا فهكذا تكون الاستشارات وهو يتحدث عنها بكل جرأة في الفضائيات عمار الحكيم حفيد محسن الحكيم يفتخر بهذا الهزال رجاء اعرض لنا الفيديو كذلك الحزب الإسلامي العراقي وهو حزب سني مذهب لكن عند تأسيسه كان يحتاج إلى غطاء شرعي ولم يحصل على هذا الغطاء من العلماء المتوفرين آنذاك في دائرة مساحة ومساحة علاقاته فجاء إلى الإمام الحكيم وأخذ التبريك من الإمام الحكيم والغطاء الشرعي للعمل السياسي للحزب الإسلامي وتعرفون أن حزب الإسلامي في تلك المرحلة حينما ذهب ليسجل نفسه حزبا في الدولة العراقية قدم الإمام الحكيم كمرشدا عاما للحزب الإسلامي في الوثائق الرسمية للتأسيس الرسالة التي أرسلها إلى جمال عبد الناصر يحذره من إعدام الشيخ السيد قطب وهو من علماء الإسلام والمؤلفين المعروفين إلى غير ذلك ولم تكن له مصلحة خاصة مباشرة مع السيد قطب سوى أنه انتصر لعالم إسلامي يتعرض إلى الإعدام في دولة مسلمة وعربية انتصر لسيد قطب وهو لا عرف عنه شيء ما قاله عمار الحكيم وهو يعدد مناقب جده محسن الحكيم من أنه سجل حزب الأخوان المسلمين في العراق هو الحزب الإسلامي الحزب الإسلامي هو حزب الأخوان المسلمين في العراق سجل في وزارة الداخلية الوثائق موجودة إلى يومنا هذا من أن المرشد العام له محسن الحكيم أية مسخرة هذه لا توجد مجموعة ناصبية عبر التأريخ كمجموعة الأخوان المسلمين أقول هذا عن تحقيق وعن تدقيق وعن معرفة بتفاصيل تأريخهم وعن قراءة لكل مكتبتهم وعن دراية بكل أفكارهم وأعتقد أن برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشعية يثبت ما أقوله هنا من سعة الطلاع وبدقة متناهية بخصوص هؤلاء لا أعرف مجموعة ناصبية عبر التأريخ كمجموعة الأخوان المسلمين إنها الأكثر نصبا وعداء والأكثر قذارة وخطرا على دين العترة الطاهرة لأن مشكلتهم تبدأ من المشكلة الفكرية هناك عملية غزو فكري لساحة الثقافية الشيعية فعلماء الشيعة متخلفون جدا متخلفون جدا في العمل الاجتماعي في العمل السياسي في العمل الثقافي متخلفون جدا خصوصا في فترة الخمسينات من القرن العشرين الميلادي من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات حيث انتشر الفكر القطبي القذر النجس في أجواء الشيعة في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي دول الخليج العربي في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة حكاية طويلة أين تصنفون هؤلاء حينما يفتخر عمار الحكيم بهذه المناقب العظيمة أين تصنفونه صنفوا الجميع صنفوا الجميع حتى تعرفوا أين تضعون أقدامكم وإلا ستبقون مضحكة ومسخرة كحال آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم لقد ضحكوا علينا ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا هؤلاء الأوباش إلى هذه اللحظة نفسه نفسه طالب الرفاعي وهو حي هو حي يرزق هو حي يرزق يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو 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 يصف محسن الحكيم بأنه خروف الشيعة وفعلا وفعلا كان خروفا يقوده طالب الرفاعي هذا يصفه بأنه خروف الشيعة وما هو بمرجع الشيعة رجاء اعرضوا لنا الوثيق يا سيدي أنا كلفني رئيس رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب هذه المجلة مديرها محمد محمد المدني نعم التحرير محمد محمد المدني وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب قال لي احنا محتاجين عالم شيعي احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمان بها هو نفسي اللي طلبت منه اللي طلبت منه سماحتكم ان تكتب رسالة فقال لك انت اي هو هو نفسي قال انت الرسالة المفتوحة رحمة الله يعني انسان عظيم هذا الرجل فانا قبل ما اروح اودع السيد ومن ارجع اصل خدمته اقول له انا رايح للمصور وكذا وكذا ومن ارجع اقول له ما شاهديت شفيت كذا كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله وكان يعتمد عليك اعتماد يعني على اولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه على كل هذا حديث شخصي هذا فانا اعرف اوقاته اللي يتفرق فيها وخف عندنا الجسم فرحت له في وقت بس هو واحدة قاعد قاعدت يمها وصعد في مكان مو مو المكان الرسمي مكان فوق اعلى يعني الدور الثالث الاول هو يقعد الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة فانا ما يحجبوني عنه وين السيد قالوا فوق احد عندك قالوا لا ورحت علي كنت اتحدث وياه في موضوع مصر وكذا بصدفة ايجا سيد إبراهيم اليزدي ابو سيد خليل وزوج بنته اخي سيد مهدي شقيقة سيد مهدي هي البنت الوحيدة شقيقة سيد مهدي وعند ابنات اربعة من زوجته الاولى فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحجي لكن اذان فاتع اذان الى ان بعد ما قادر يتحمل يتشي المصريين ويتشي كذا ومحمد المدني انفجر علي قال لسيدنا انت صالك ساعة تكلم السيد عن مصر وعرحتك المصر وزيارتك المصر جنابك خليتي ما يسيبون عمار هذا اقدر نشرة اقدر نشرة ها 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 خليتي ما يسيبون عمار التفتت للسيد قلت لسيدنا هل عندك في برنامجك هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطباي يعني هل أنا مكلفة اوجه المصريين لسبع عمار شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني التقية ديني ودين آباي فهذا السيد يدني أخرج على جعفر بن محمد السيد صار كالجتار لا يجاوبوا لك لما شاف حيشتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك قم قم سيدنا قم يا الله بجر ونزل ونزل للبراني وانا ظلت قاعد وحدي السيد محسن ما علق والسيد محسن ما علق بس عيانات تبص علي يعني ما صير هذا الموقف فانا قعدت بشي قدت هذا المرجع ولا هذا خروف هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة اللي جرى سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي أقدر أكتب هذا حتى لو كنت أملك مليون جرى متوهين السيد محسن متوهين بالمرجعية نعم متوهين بالشيعة يعني هاي الشيعة هذا بعض يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر ما أقدر أكتب نكمل الحديث نكمل الحديث تفتح خروف الشيعة هذا هو الذي يقوله مستشاره مثلما أقول لكم دائما الذي يجري في الكواليس هو غير الذي يعرضونه لكم على خشبة المسرح طالب الرفاعي ذكر إبراهيم اليزدي هذا حفيد كاظم اليزدي صاحب العروة وهو صهر محسن الحكيم رجاء أن أعرض لنا الصورة التي تجمع بين محسن الحكيم وصهره إبراهيم اليزدي هذا محسن الحكيم وبجانبه صهره إبراهيم اليزدي الذي كان يتحكم في محسن الحكيم تحكما شديدا كان يعبث به كما يريد كما يشاء بالضبط مثلما وصف طالب الرفاعي بأن هذا خروف الشيعة وما هو بمرجع الشيعة ولذا جره كما يجر الخروف هذا حفيد كاظم اليزدي وإلى هذا يشير الوائل الخطيب المعروف في قصيدته التي عنوانها شباش العباس وهي قصيدة طويلة سأقرأ بعضا من أبياتها إنها باللهجة الشعبية العراقية يتحدث فيها عن مرجعية محسن الحكيم وكيف أنهم سرقوا أموال الشيعة في العراق هذا الوائل وهذه القصيدة معروفة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على تفاصيل هذه القصيدة يا برهوم يا برهوم من جملة أبيات القصيدة إنه يخاطب إبراهيم اليزدي فبرهوم تصغير لإبراهيم يا برهوم يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحائج تسدي الحائج الحائك إنه يشير إلى محسن الحكيم يقول لإبراهيم ما دام الحائك موجودا ينسج وينسج فأنت لف هذا النسيج لفه لك يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحائج تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي هذه الأسواق التي بناها كاظم اليزدي في الكوفة من أموال الشيعة ما كان يعطي الحقوق الشرعية كاظم اليزدي المقدس العظيم سرق الأموال وبنا بها أسواقا في الكوفة وبنا حماما وبنا وبنا وترك ذلك لأولاده وأحفاده وهذه الحكاية يعرفها المطلعون على تأريخ النجف وتأريخ الكوفة والوائل يشير إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة معروفة حتى أن الجواهري محمد مهدي الجواهري الشاعر المعروف تحدث عن هذا الموضوع في قصائده عن أسواق كاظم اليزدي في الكوفة يا برهوم يا برهوم لف ما طول لصوص لصوص هؤلاء سراق الرسائل العملية الموجودة الآن هي إنعكاس للرسالة العملية التي كتبها كاظم اليزدي العروة الوثقة مسائل التقليد ومسائل الخمس من نحو الموجود الآن بين أهدينا جاءتنا من هذه الرسالة من رسالة كاظم اليزدي الرسائل التي قبل رسالة كاظم اليزدي كانت تختلف بعض الشيء يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي مثل ما كان جدك لصا فأنت لصا كذلك يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الأخرة ودي كل هذا عقل هندي هذه ثقافة عراقية يصفون العقل الضعيفة والعقل السخيفة بأنه عقل هندي جزء من ثقافة الشعبية العراقية شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي إنه الشيعي لأن الشيعي مطي وهذا المصطلح من أن الشيعة حمير هذا مصطلح شائع في أجواء المراجع والعلماء والوائل هنا يأخذ هذا المصطلح من جو الثقافة المرجعية النجفية والكربلائية اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشى قلت لكم ضاع دين العترة ما بين المراجع الحمير والجحوش المقلدي ضاع دين العترة ما بين الحمير والجحوش هذا وائليكم هو الذي يقول يا برهم يا برهم لفما طول شف الحاي شتسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشى ويستمر يخاطب صهرة المرجعية كأصهار المرجعية السيستانية ما هي الحكاية نفسها الأيام هي الأيام والشخص هم الشخص بسك 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 يلهلكت للدين قابل تطلب اللفصور ترى السلبية والسرداب والقاصة وبعدك غول ابحق معبودك الدرهان الآن تحول إلى الدولار إذا كان الخطاب مع أصهار المرجعية السيستانية مع جواد الشهرستاني مع مرتضى الكشميري ابحق معبودك الدولار ابحق معبودك الدرهم التغطيه بحنك مسدول فكياخ وخلصني إلك عندي وديو فرشة أنا لا أريد أن أشرح الأبيات لضيق الوقت فإنني أعلم أن كثيرين يتابعون البرنامج وهم لا يعرفون اللهجة الشعبية العراقية يخاطب آل الحكيم أسرة الحكيم هكذا يخاطبهم الوائلي أكلوا 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 يا أطباع الزور أكلوا أكلوا يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس يشير بالسبع إلى محسن الحكيم معروف في الغابات فإن الضباع تنتظر بقايا فرائس الأسد أكلوا 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 يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم الوائل يتحدث عن الشيعي النهيم ما هو الشيعي مطي وأبو مطي وجد مطي وجد جد مطي وهو نايم إذا قعد يعني وشي يصير مطي نايم يقعد مطي يقعد يناهق يعني يقعد يغر صاير بول بول مطي نايم ابن مطي وجد مطي وجد جد مطي عند المراجع إذا قعد من نوم وشي يصير يقعد مطي إحنا نتأمل من ريد المطي يصير بول بول بل كهل مطي يدري هو مطي بل كهل مطي يدري هو مطي مريد يصير بول بول عمي شي يسوي بول بول أكل 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 يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي يحس وتردون للشمعة إلى جدهم الذي كان يشعل الشموع وكان الزوار الذين يأتون من جنوب العراق الذين يسمونهم المعدان هم يتصدقون عليهم وتردون للشمعة كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية ويرد العلق للمفلس يعود الطبطباء إنه جدهم الذي كان في النجف يعود الطبطباء الهيس الهيس يعني الأحمق الأثول الغبي البليد يعود الطبطباء الهيس باب الصعني تمش هذا الوائلي هذه قصيدة الوائلي هذا ما هو كلامي هكذا تدور الأمور في النجف يا أيها الشيعة المسخرة يا أيها الشيعة المسخرة والأمر أسوأ من هذا هذه لقطات سريعة خاطفة نذهب إلى فاصل تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى الوائلي طالب الرفاعي من جيل الوائلي من زملاء الوائلي هو الذي يحدثنا عن الوائلي على الجانب الآخر سماحة سيد يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95% وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا لكنه كان بنفس الاتجاه أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي هو كذلك وقد أضاف إلى ما قلت أنا قلت 10% وكذا هو يقول 5% الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي ثقافته فخرية رازية تفسيرية وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابها تقريبا 80-90% من ما أخذ من الفخر الرازي من تفسير الفخر الرازي ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن يأخذ من كتب السنة فثقافة شيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا يعني هو شيع الرجل ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق نعم ما قاله صحيح أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي ولكن كان متعاطفا وذكرت في الأمال أنه لما احتجنا في النجف إلى هاي شي سموه الرانيوم شي سموه جهاز الرانيوم للطبعة نعم التجلنا إليه والرجل تبرع وجاء بنا الجهاز ومكنا نطبع به النشرات من جملة ما قاله طالب الرفاعي ربما لا يكون واضحا عند المتابعين قال هو ذكر بنسبة خمسة بالمئة وأنا ذكرت بنسبة عشرة بالمئة هذا يتضح من بقية المقابلة المقابلة طويلة طالب الرفاعي كان يتحدث عن مكتبته ويقول للذي أجرى معه المقابلة الحوار من أن تسعين بالمئة من مكتبة هذه هو جالس فيها من كتب السنة وإذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي بصعوبة تستطيع أن تجده يعني أن نسبة الكتب الشيعية هي عشر بالمئة الوائل يقول من أن كتب السنة في مكتبته هي خمسة وتسعون بالمئة فالكتب الشيعية في المكتبة الوائلية بنسبة خمسة بالمئة إلى هذا يشير طالب الرفاعي إذن من أين يأخذون ثقافتهم من المكتبة السنية ومن هنا فإن دينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة العالم الباحث المحقق الخطيب المؤلف من أين يأخذ معلوماته من الكتب التي في مكتبته وهذا الأمر ليس خاصا بالوائل أو بطالب الرفاعي هذه ظاهرة عامة في مكتبات المعممين الشيعة ادخلوا إلى بيوتهم وإن كان أكثر المعممين لا يقرؤون أكثر المعممين منشغلون ببطونهم وفروجهم قليلون أولئك الذين يقرؤون ويتابعون لكنهم يأخذون المعلومات من الذين يقرؤون ويتابعون وأولئك لا يقرؤون إلا كتب النواصب إلا كتب نواصب سقيفة بني ساعد ومن هنا نشأ العقل الشيعي نشأ عقلا ناصبيا قذرا كثيرون من علماء الشيعة ومن عرفاء الشيعة يقولون من أن الفخر الرازي شيعي هؤلاء ثولان لأنهم شوافع ومعتزلة الفخر الرازي شافعي بنحو الرسمي هو أشعري العقيدة لكننا إذا قرأنا تفسيره فإن الفكرة الاعتزالية واضح جدا في تفسير الفخر الرازي بنحو الرسمي فإن الفخر الرازي هو أشعري العقيدة ليس معتزليا لكننا إذا قرأنا ما كتبه في تفسيره أو ما كتبه في علم أصول الفقه فإن الفكرة المعتزلية واضح جدا لأن علم الأصول في جذوره الأولى في أهم موضوعاته وأهم مطالبه هو فكر اعتزالي وإن كان الشافعي هو أول من كتب كتابا في علم أصول الفقه الرسالة الرسالة للشافعي لكن علم أصول الفقه الذي عند السنة أو عند الشيعة إذا بحثنا في جذوره فإنه يعود إلى الفكر الاعتزالي لأن المصادر الأساسية لعلم أصول الفقه أهمها وأوسعها كتبها المعتزلة وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل وبالوثائق وبالمصادر في برنامج الخاتمة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع الوائلي يسخر من تفسير أهل البيت دائما دائما وبنحو انفج ويعتمد اعتمادا كبيرا على تفسير النواصب خصوصا على تفسير الناصب اللعين الفخر الرازي رجاء اعرضوا لنا الوثيقة برقم خمسة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي هذه الوثيقة ستبين لكم من ان الوائلي يوجه الناس الذين يبحثون عن التفسير يوجههم الى تفسير الفخر الرازي هو لا يتحدث مع السنة هو يتحدث في المجالس الحسينية مع الشيعة يوجه الشيعة الى ان يأخذ تفسير القرآن من تفسير الفخر الرازي هذه خيانة لبيئة الغدير خيانة لوصية رسول الله في التمسك بالكتاب والعترة خيانة لإمامنا صادق خيانة لإمام زماننا ولذا فإن السيستانية يوصي دائما المعممين أن يتمسكوا بمنهج الوائلي وأن يحذو حذو الوائلي ما هو شبيه الشيء منجذب إليه ألا ترى أن الفيل يألف الفيلة رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها المفشرين الذي عندكم عنده الفخر الرازي جين أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذلك خليه أرجع للفخر الرازي أشار إلى مجمع البيان ما هو مجمع البيان أقذر من تفسير الفخر الرازي ما هو تفسير ناصبي قذر إلى أبعد الحدود ولذا فإن علماء الأزهري يمتدحونه لو كان مجمع البيان تفسيرا علويا هل كان علماء الأزهري يمتدحونه مجمع البيان هو هو تفسير التبيان للطوسي ولكنه أضاف إليه الكثير والكثير من آراء النواصب تفسير التبيان للطوسي هو تفسير ناصبي بعيد عن منهج العترة الطاهرة من أوله إلى آخره وقد تحدثت عنه وضربت أمثلة كثيرة من ضلال الطوسي في هذا التفسير في برنامج ما بين واقعين إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فعودوا إلى هذا البرنامج كي تطلعوا على ضلال الطوسي وعلى خراء تفسيره التبيان فها هو الوائل يرجع الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي هذا نقض لبيعة الغدير هذا نقض لوصية رسول الله هذا عمل بمنهج عمر الذي طرده رسول الله في حادثة رزية الخميس هؤلاء الشيعة الذين يأخذون دينهم من الوائل يأخذون دينهم من رجل مطرود من ساحة رسول الله هم أيضا سيكونون مطرودين من ساحة رسول الله هذا هو الوقع الشيعي القذر رجاء أعيد بث الوثيقة المفشرين اللي يعدكم من عنده هذا واحد من عندكم عنده الفخر الرازي جين أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذات خلي رجع الفخر الرازي يرجعكم إلى الفخر الرازي ولكنه ماذا يقول عن تفسير إمامنا الحجة بن الحسن رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم واحد وخمسين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العترة والعين ما ادل شنو وبهم يسطر لكم الحكي الماجل ما هاي تفاسير وابعيدة عن روح القرآن القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذي الماجل هالبسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة هكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال هاي عقلية وحدة عدها مغزل عجوز مخرفة أقرأ عليكم ما جاء في كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران إنه الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق رواية طويلة إنها رواية سعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه حينما ذهب إلى سامراء وكان يحمل مجموعة من الأسئلة فلما عرض الأسئلة على إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الإمام أمره أن يسأل إمام زماننا وكان صغيرا فسأل الإمام في صغره فأجابه على أسئلته من جملة هذه الأسئلة سأله عن معنى ما جاء في سورة مريم كافها يا عين صات في صفحة السادسة والسبعين بعد المئة قلت سعد يخاطب إمام زماننا في صغره قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كافها يا عين صات عن تأويل الجواب يأتي على قدر السؤال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا الوائلي الأثول يقول من أن التأويل هذا هو تأويل عجوز مخرفة هذا تأويل صحب الأمر الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا في أي قائمة تضعونه في قائمة رجل الدين الإنسان أو في قائمة رجل الدين الحمار نكمل الرواية قلت إنه سعد الأشعري فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صات قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة قطعا الحديث هنا ليس عن الألفاظ وإنما الإمام يخاطبنا بلسان المدارات فالأنبياء يعرفون الكثير عن محمد وآل محمد إنما هي مستويات عالية من المعرفة تتعلق بالأنبياء مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لقد نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء فزكريا هنا يسأل عن حقائق الأنبياء لكن الإمام يقرب لنا الفكرة بهذه التعابير وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سرى عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة البهرة ضيق النفس ووقعت عليه البهرة البهرة هي الحالة التي تعرض للإنسان حينما يواصل الرقض السريع حالة من الإعياء حالة من انقطاع النفس حالة من ارتفاع درجة الحرارة هي هذه البهرة فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سرى عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كاف يا عين صاد رموز فيما بين الله والأنبياء فالكاف اسم كربلاء فأنا للوائلي ولغير الوائلي أن يحيط علما بهذه الرموز فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره ماذا يقول والعين ما در شنو ويقوم يسطر لك من هالحشي من هذا اللي يسطر لك من هالحشي هذا هو صاحب الأمر ألا لعنة الله على دينكم ألا لعنة الله على مذهبكم الطوسي القذر ألا لعنة الله على حوزتكم التي تخرجتم منها فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ماذا يقول القرآن ماذا يقول القرآن في سورة مريم بعد البسملة إنها الآية الأولى بعد البسملة كافها يا عين صاد مباشرة ذكر رحمة ربك هذا هو ذكر زكريا ذكر زكريا كان ذكرا للحسين صلوات الله عليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا هو ذكره كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذه هذه التكوينة من الحروف تكون بمثابة المبتدأ كاف ها يا عين صاد إذا عرضنا أن نعربها إعرابا صحيحا هذه التركيبة في مقام المبتدأ ذكر خبر ذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا فهذه الجملة تخبر عن هذا المبتدأ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا تستمر الآيات إلى الآية العاشرة بعد البسملة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية هذه رموز رموز وإشارات أنا لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات وعند تفاصيلها البرنامج ليس معدا للتوغل في كل هذه المضامين وأسرارها فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس علي وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبار واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيا وفجعه به إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة أي عيب في هذا التأويل أي نقص هذا تأويل إمام زماننا لقرآنه وقرآنه هو الذي يقول عن الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهذا هو من الراسخين في العلم إنه الحجة ابن الحسن العسكري وهذا شيعي جاءه من قم من المدينة التي سيقوم أهلها مع القائم ويستقيمون عليه فهذا قمي جاء كي يسأل الإمام الحسن العسكري هناك رمزية واضحة فإن الإمام الحسن العسكرية أرجع هذا القمية لقائم أهل محمد هناك رمزية واضحة وبدأ القائم يجيب على الأسئلة فسأله عن تأويل هذه الآية من قرآن محمد وآل محمد فأولها بهذا المنطق الجميل أي عيب في تأويل إمام زماننا هذا هو الوائلي العظيم الذي يقول عنه مراجع النجف محمد باقر الصادر أنخوئي وسائر المراجع الآخرين بأن الوائلي هو مكتبة الشيعة المتنقلة جامعة الشيعة المتنقلة إنهم الشيعة الطوسيون وهؤلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة هذا هو دين العترة الطاهرة أما الطوسيون فإن الوائلية هو الذي يمثلهم وهو الذي يتحدث باسمهم رجاء أعيد بث الوثيقة وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين تأويل إمام زماننا الذي قرأته عليكم وبين ما يقوله هذا الأخرق الأحمق الجاهل الأثول إنت شقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عنصاد الكاف كربلا والهاء هلا في العترة والعين ما أجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي ما أجل شنو ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجي هالبسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة هاكلام لا يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال أنا لا أعلق على كلام هذا الغبي الحقير هكذا يتحدث عن إمام زماننا صلوات الله والسلام عليك القضية لا تقف عند المجالس لقد ألف كتابا في هذا تحت هذا العنوان نحو تفسير علمي للقرآن الدكتور أحمد الوائلي وهذه طبعة طبعة دار سفينة النجاة في صفحة السابعة والعشرين يقول ولماذا ولماذا لا يكون الكاف كلام وهو يستهزئ بتفسير إمام زماننا بعد أن ذكر من أن كاف كربلاء وقال من أن التفسير نقلته نقلته الأحاديث عن الإمام الثاني عشر لكنه يكذب هذا ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي جاهل هذا الأثول صفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما تكتب بالسين صفصطائي جاهل هذا الأثول على أي حال ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين العين عطش الحسين يصبح عين والصاد صبر الحسين بتأويل قائم آل محمد يصبح صفصطائي وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصانى كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث تأويل إمام زماننا لقرآنه عبث وأنت تأخذ التفسير من الفخر الراجز الناصبي وهذا هو الدين من طيح الله حظك وحظ مراجع النجف وكربلاء وطيح الله حظ الفضائيات اللي يتبث مجالسك وطيح الله حظ الشيعة اللي يرفعون صورك في مواكبهم وحيئاتهم وطيح الله حظ الشيعة اللي يأخذون دينهم منك ومن أمثالك أجل يجب أن يصانى كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث هذا وين الصنفون في قائمة رجل الدين الإنسان أو في قائمة رجل الدين الحمار ومن الحمير الكبار نذهب إلى فاصل حسن البنى سيد قط هذان الإسمان عنوان لكل الإرهاب الإسلامي في العالم فكل المنظمات الإرهابية خرجت من تحت عباءة هذين اللعينين ألا لعنة الله عليهما ألا لعنة الله على من لا يرضى بلعنهما من تحت عباءة هذين اللعينين النجسين خرجت كل المنظمات الإرهابية في العالم ومن كتبي وأفكاري هذين اللعينين النجسين تشوهت الساحة الثقافية العقائدية الشيعية بالكامل كل التشويه الذي لحق بالعقل الشيعي منذ خمسينات القرن العشرين منذ خمسينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا بسبب هذين اللعينين النجسين الناصبين القذرين ألا لعنة الله عليهما فكل أحزاب الفساد والقذارة على سبيل المثال في العراق كل أحزاب القذارة والفساد بنيت وأسست على فكر هذين النجسين اللعينين طالب الرفاعي يحدثنا وبنحو وجيز عن هذين النجسين أعجي السؤال ماذا تقول وبشكل سريع ومختصر فيه واحد حسن البنة عظيم 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 شخصية لا تتكرر شخصية دعوتية لا تتكرر ومواهب ومواهب دعوتية أيضا لم توجد لحد الآن في غيره سيد قطب كما قلت في حسن البنة أقول فيه سيد قطب عظيم عظيم لكن أن سيد قطب ما كان يملك النفس الطويل والخبرة الواسعة التي كانت عد حسن البنة فهو ذهب أيضا نتيجة استعجاله للأمور يعني لو كان يسير بالتريث اللي كان عد حسن البنة أو بالتريث الذي عند خليفة حسن البنة حسن الهضيبي لكان حما نفسه من هذا المصير الذي انتهى إليه وإن كان انتهى سعيدا شهيدا يعني لا يحتاج الكلام إلى تعليق الأمر راجع إليكم صنفوهم 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 جميعا هل وجدتم أحدا يوضع في قائمة رجل الدين الإنسان لحد الآن ولن تجده ولن تجده لو بحثتم إلى آخر لحظة في حياتكم في الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية لن تجدوا شخصا واحدا يمكنكم أن تصنفوه في قائمة رجل الدين الإنسان الأولى بكم أن تحذفوا هذه القائمة لأن الجميع سيسجلون في قائمة رجل الدين الحمار بشرط أن تكونوا على معرفة دقيقة بأحوال هؤلاء وأن تكون معلوماتكم صادقة ودقيقة وموثقة وواضحة كما أفعل أنا في برامجي سأعرض بين أيديكم وثيقة حسية فيديو هذا الفيديو يعد نموذجا متكاملا للاستحمار المرجعي وللاستحمار الشيعي وكما قلت لكم من أن دين العترة ضاع ما بين حمير المراجع وجحوش الشيعة علي الكوراني المحقق العظيم الذي سبق وأن تحدث عن تحقيقه من أن الرجل حقق في كذبة كذبها الغزي وثبت بعد ذلك من أن الرجل محقق عظيم لكن من جوه سنطلع على تحقيق جديد من تحقيقات هذا المحقق العظيم ونشوف هذا من فوق لو من جوه إنه يتحدث عن زيارة قام بها للسيستان في النجف وجرى بينهم ما جرى من كلام وهو الكوراني يضلل الشيعة الذين هم جلوس عنده ما هي الحقائق تضيع ما بين الحمير والجحوش أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر رجاء أعرض لنا الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في قضية أن السيستان اتخذ من مرتضاء الأنصار قدوة له ومن أن السيستان يقتدي بمرتضاء الأنصار مثلما مرتضاء الأنصار أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية فإن السيستان أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية وهذا كذب صريح في النجف يعرفون من أن محمد رضا السيستان متسلط ليس على أموال أبيه فقط بل على أموال العراق وهذا الأمر يعرفه الحوزويون وغير الحوزويين في النجف وبغض النظر عن هذا فإن الكوران يقول للسيستان من أنك جعلت مرتضاء الأنصار قدوة لك حتى في هذه القضية فمثلما مرتضاء الأنصار أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية فإنك يا أيها السيستان أبعدت أولادك عن الحقوق الشرعية إلى بقية الكلام رجاء دققوا النظر واستمعوا إلى ما يقوله الكوراني بعدين فضل سيدنا يظهر أنت أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصار في قضية النزاع في البيت الشيحي شيخ الأنصار ككل مثلا من ناحية علمية يتمينون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصار وعلم إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال هذا نمط عددت كم شي قال وما تنس عقل الاجتماع وأخذ يفيد في عقل الشيخ الأنصار الاجتماعي الذي هو قدوته ومما ذكره من عجابه بالشيخ الأنصار يقول الشيخ الأنصار نشأت في عصره عدة انحرافات بابية البهائية غيرها غيرها ولم يتخذ موقفا من أي منها واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبو ويؤثر في كله هذا مبنى عند هذا السيد هذا مبنى الذي أنا ما أستطيع أني أفهم ولا أطبقه يقول أنه الانحرافات الذي يطرح طرح انحراف له مؤيدون حواليه جمهور هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيه وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا طيب نسكت محراف فس كفر هو نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي يحول يعني الموقف يبني السد بينه وبين هؤلاء نك ناقشته شيخنا له مجرد سمعت ناقشت ناقشته عنده رؤية ناقشته قليلة لكن عنده رؤية رؤيت أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر القبنشي اللي عنده القبنشي بالنزاف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن إلى الإنحار هو سيد رؤيته حسب ما فهمت مننا أنه في أشباه متدينين ذون المغشوشين بالقبنشي حوالي خليني أصبر عليه حتى ذول أجرهم قناعة هذه والله يحاسب الناس على قناعتهم لكن موقفه من المجموعات المنحرفة هذا إما أن يكون موقف جبان أو أنه موقف شيطان وأعتقد أن الصفتين تجتمعان في السستان فهو جبان ولهذا فإن البعثيين أيدوا مرجعيته إلى أبعد الحدود وأزاحوا كل العقبات من أمام مرجعيته من الذي أزاح العقبات من أمام مرجعية السستان البحثيون بأمر من صدام لماذا؟ لأن صداما كان يؤكد لا بد أن يكون مرجع النجف جبانا حتى يكون مطيعا لأصغر موظف في الدولة لشرطين في دوائر الأمن البعثية وهذا هو الذي جرى جراءة الخوئي والخوئي انتخب وفقا لهذا النظام لهذا البرنامج لأنه الأجبان السستاني كذلك السستاني لا يواجه الانحرافات التي يقولون عنها انحرافات بحسب ما هم يعتقدون لماذا؟ لأنه جبان ولأنه شيطان ما هذا المنطق من أنه يريد أن يكسب الناس الذين حول هذا المنحرف ما هم منحرفون كيف تكسبهم؟ ما هم منحرفون حتى لو كسبتهم ماذا ستفعل بهم؟ ما هم منحرفون لكن قناة القمر لا بد أن تحارب ولا بد أن تغلق صدقون يعملون ليلة نهار جواد الشهرستاني وأصدقاء في مصر ومحمد رضا السستاني والذين بعثهم إلى مصر يعملون ليلة نهار إن كانوا قادرين أن يوقعوا به أو كانوا قادرين على إغلاق قناة القمر ولا أدري هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك أو أنهم لا يستطيعون لأن الأموال الطائلة تصنع المستحيل والله والله يعملون ليلة نهار إلى هذه اللحظة وهم مستمرون في عملهم ومخططاتهم لا أريد أن أناقش الموضوع أكثر من هذا لكنه هكذا قال الكوراني قال للسستاني من أنك اتخذت مرتضى الأنصار قدوة لك وبدأ يعدد ومن جملة الجهات التي اقتدى فيها السستاني بمرتضى الأنصار قال له إبعاد أولادكم المباشرين مباشرين يعني محمد رضا ومحمد باقر إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال هذا نمطه السستاني أيده فأضاف من عنده وما تنس عقل الاجتماع يعني أن الكلام الذي قاله الكوراني في أن السستاني يقتدي بمرتضى الأنصار في مسألة أن مرتضى الأنصار أبعد أولاده عن التعامل مع الحقوق الشرعية مع الأموال فكذلك السستاني فعله اقتداء بما فعله مرتضى الأنصار رجاء أعيد لنا بث هذا المقطع فقط بعدين قلت لسيدنا يظهر أنت أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصار في قضية النزاع في البيت الشيحي شيخ الأنصار ككل قلت لهم من ناحية علمية يتمينون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصار المقع 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 ابعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال هذا نمط عددت كم شي قال وما تنسى عقل الاجتماع وأخذ يفيد في عقل الشيخ الأنصار الاجتماع الذي هو قدوته الذي أريد أن أقوله من أن مرتضى الأنصار ما كان عنده من أولاد فأولئ عن أي موضوع يتحدثون مرتضى الأنصار ما كان عنده من أولاد أصلا حينما مات مرتضى الأنصار ترك بنتا واحدة إنني أتابع الكتب التي أرخت لمراجع الشيعة منذ كنت دون العشرين في العمر وإلى يومك هذا وجدت في بعض الكتب من أن مرتضى الأنصار ترك بنتين وهذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا العائلة التي تعرف بآل سبط الشيخ هم أولاد البنت الوحيدة التي خلفها مرتضى الأنصار حينما توفي مرتضى الأنصار في النجف لم يكن في مجلس الفاتحة من رجل من أقربائه فهو لم يخلف إلا بنته واحدة فما عنده من أولاد فمن أين جاء الكوراني بهذا الكلام من أن مرتضى الأنصار كان قد أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية افتهمنا علي الكوراني محقق بس يحقق من جوه وهذه وحدة من عدن من التحقيقات اللي من جوه هذه افتهمنا زين السيستاني مو أنت متخذ الأنصار قدوة أنت من متخذ قدوة غير تعرف تأريخه وتعرف حياته وتدري به ما عنده أولاد لو أنت دماغ سيس كل شي ما تدري أحدهم يضحك على الآخر بجهله والآن الكوراني يضحك على الشيعة ما أنا قلت لكم ضاع دين العثرة ما بين الحمير والجحوش ما بين حمير المرجعية وجحوش الشيعة أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر لأن الحمار الحيوان ولأن الجحوش الحيوان روثهما أفضل من عقول الحمير البشر والجحوش البشر فأين هذه القدوة الموجود على الأرض أولاد السيستاني وأصهار السيستاني وأحفاد السيستاني وجلاوزة السيستاني يعبثون شر عبا عبد المهد الكربلاء أحمد الصافي هؤلاء جلاوزة السيستاني ماذا يفعلون بالأموال فما بالكم بأولاده وأصهاره وأحفاده عن أي شيء هؤلاء يتكلمون يضحكون عليكم ضاعة الحقائق ما بين حمير المرجعية وجحوش الشيعة مسخرة هؤلاء الكوران مسخرة لكنني أقدم له عذرا لأنه محقق ويحقق من جو فهذه نتائج التحقيق من جو السيستاني لا أجد له عذرا باعتبار أنه اتخذ مرتضى الأنصار قدوة له فلابد أن يعرف تفاصيل حياته تفاصيل تأريقه الرجل جاهل فكيف تخذه قدوة فإما أنه يكذب في اتخاذه قدوة وأما أنه يريد أن يضحك على الشيعة عبر الكوران لأن الشيعة جحوش لا تدري هل أن مرتضى الأنصار عنده أولاد أو ليس عنده أولاد إذا كان السيستاني يعلم بأن مرتضى الأنصار ما عنده أولاد مسخرة أنتم أيها الشيعة مسخرة مضحكة أنتم هؤلاء يضحكون عليكم إلى متى تبقون هكذا قولوا لي أين تصنفون الكوران والسيستان في قائمة رجل الدين الإنسان أو في قائمة رجل الدين الحمار أضيف أضيف إلى القائمة القائمة طويلة عدنا خير من الله خير من الله خير من الله كلهم حمير كلهم حمير والأتباع ما شاء الله كلهم جحوش وهذا الفيديو نموذج مثالي لأنه ينقل لنا أوضاع المرجعية مع كبار علماء المرجعية كالكوران وينقل لنا أوضاع الشيعة الذين كان يتحدث إليهم الكوران نذهب إلى فاصل وقت حلقة صار طويلا نلتقي غدا كي نكمل الحديث القائمة طويلة طويلة ولا أعتقد أنني سأستطيع أن أذكر جميع الذين في بالي وذهني وإنما سأذكر لكم مجموعة من هذه القائمة التي عنوانها مجموعة رجال الدين الحمير لا أعتقد أنكم ستجدون شخصا تضعونه في الخانة الثانية في خانة رجل الدين الإنسان نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله